أهلا بكم في قناتي IELTS Academy 9 أنا يسر والنهاردة هنتعلم نحلل ونكتب إجابة للخرائط أو المابس واللي بشوفها أصعب رسم بياني في الست رسومات اللي درسناهم في تاسك 1 وده لسببين السبب الأول أنه بيتطلب مقارنة بين خارطين والسبب الثاني هو طبيعة الكلمات المتعلقة بأعمال البناء والهدم والترميم والتوسيع وما إلى ذلك وهي كلمات مختلفة عن كل رسوم البيانية التانية بس ما تقلقوش لإني هغطيها كلها في فيديو النهاردة واللي هيكون آخر فيديو في تاسك 1 لإنه كده خلاص اتدربنا على كل الرسوم البيانية في الفيديوهات اللي فاتت وياردتوا شوفوها وهتلاقوا لينكاتها تحت في الديسكريبشن بوكس ومن أول الفيديوهات الجاية هنبدأ إن شاء الله تاسك 2 فاللي هنتعلمه النهاردة We will learn how to analyze and write an answer to maps هنتعلم نحلل ونكتب إجابة للخرائط We will learn the new vocabulary used to describe the changes هنتعلم الكلمات الجديدة اللي بتستخدم لوصف التغييرات وهنا طبعا الكلمة تغيرت عن trends وعن stages بمعنى إن في الbar graph والline graph والtable والpipe charts كنا بنوصف trends اللي هي حركات الصعود والهبوط والاستقرار وفي الdiagram كنا بنوصف stages المراحل النهاردة في المابس بنوصف changes اللي هي التغييرات وده هنعرفه بالتفصيل وإحنا بنحل السؤال وآخر حاجة We will have a list of essential vocabulary to describe maps جمعت لكم كل الكلمات المهمة لوصف الخرائط وحطتها في list هنحللها مع بعض ونعرفها وكمان ترجمتها بالعربي علشان تبقى سهلة وتقدروا تستخدموها بعد كده بسهولة في وصف الخرائط بس قبل ما نحل الاسي أنا عايزة أقف على السؤال الأول ونشوف شكله وقول معلومات هنبقى عارفينها قبل ما نبدأ نحل زي ما قلتلكو إحنا السؤال بيجي لنا في two maps يعني فيه خريطين هذه الخريطة الأولى هنا أهي ودي الخريطة التانية وطبعا بنقارن بينهم اللي هو before وأفتر يعني قبل وبعد ممكن الخريطة الأولى تكون في الماضي والخريطة الجديدة في الحاضر يعني يجيب لي خريطة قديمة المكان مثلا كان سنة 2018 ويقولي المكان حاليا اللي هو سنة 2023 فوقتها هبدأ أكتب عن الخريطة الأولى في past simple والخريطة التانية في present أو الخريطة الأولى تكون في present في الحاضر والتانية بتكون عن future development يعني تطوير ويه اللي هيحصل في future النتائج بتاعته في future فوقتها الخريطة الأولى هتكون في present simple في المضارع والخريطة التانية هتكون في future في المستقبل زي السؤال اللي احنا هناخده النهاردة هو هيبقى بين present وال future فلازم ناخد بالنا من التواريخ هل هي ماضي وحاضر ولا حاضر ومستقبل دي حاجة مهمة تاني حاجة لازم نعرفها إن في عناصر محددة على الخريطة لازم نتكلم عنها وأنا أحطها على اليمين هنا اللي هي بنعمل analysis لsome structures لبعض النقاط أو الخطوط اللي بتبقى موجودة على الخريطة أول حاجة ال directions اللي هي الاتجاهات لازم طبعا نبقى عارفين الاتجاهات وهو بيديني هنا key كده بالاتجاهات اللي هي north الشمال وسوث الجنوب واست الشرق واست الغرب لازم أعرفهم على الماب يعني مثلا هنا عندي في الوست في كلمة مثلا town عندي فوق هنا في النورث كلمة farmland فلازم أستخدم ال directions وأعرف الأماكن اللي موجودة في ال directions ونبقى عارفين الأسماء عشان إحنا هنكتب في ال essay كلمة north و east و west and south فالاتجاهات مهمة جدا تاني حاجة locations المواقع وإحنا بنحلل الماب لازم نبص على مواقع الأماكن يعني أنا هنا عرفت مثلا أني في كلمة farmland هنا في river هنا في هو مديني factory فهنا عندي مثلا مصانع في هنا عندي كلمة shops في كلمة medical center فدي من الحاجات اللي بنبص عليها وبنحللها وبناخد بالنا منها مواقع الأماكن وإحنا بنقارن ثالث حاجة population السكان لهو مديني مثلا سكان عدد السكان أو في ناس أو residence وحطيت لي أن المكان دوات بيبقى في ناس أو في سكان لازم نتكلم عن النقطة دي هنا مثلا في الماب التانية وحطيت لي تحت كده مفتاح وفي كلمة housing فالhousing هنا اللي هي السكان اللي هي المربعات اللي موجودة على الخريطة فالhousing طبعا بتندرج تحت السكان رابع حاجة roads and transportation بنتكلم على الطرق والمواصلات فهنا عندي طرق مثلا كان في هنا طريقين في أول ماب تحت في عندي طرق فهنتكلم على الطرق دي ما أشارش لأي حاجة في transportation خلاص لكن لو أشار لترانسبورتيشن المواصلات كان مثلا في مكان ممشى للبيديستريانز للمشاه للناس هنتكلم عنه بعد كده تحول بقى جاراج هنقول إنه بقى جاراج أو يتحول بقى park للسيارات أو بقى مثلا طريق للسيارات فهنتكلم وقتها على المواصلات فناخد بالنا إن في الطرق والمواصلات مهمة إن إحنا نتكلم عنها طبعا أنا بديكوا كده الخطوط العريضة إحنا لما هنبدأ نكتب القصي هنقف طبعا عند كل عنصر على الخريطة ونتكلم عنهم آخر حاجة بنبص عليها وهي مهمة جدا التغييرات ودي بتشمل يعني أجزاء كتيرة جدا بتشمل ازالة يعني كان مكان موجود واتشال بعد كده ما بقاش موجود addition إضافة كان المكان مثلا صحرة وبعد كده اضاف له مستشفى اتبانت فيه فهنا عندي إضافة أو المدينة ما كانش فيها سوق يعني كان فيها كل حاجة واضاف لها سوق market فأبدأ أقول هنا إن فيه سوق الضاف expansion توسع يعني كان فيه مكان في الخريطة الأولى صغير وبعد كده حصل له توسع كبر فأتكلم عنه تحت التوسعات أو التوسعات transformation تحول يعني مكان اتغير المكان هو هو بس مثلا كان ماركت سوق وبعد كده الماركت ده اتحول لسكول فهنا transformation connection ربط يعني كانوا مكانين متفرقين واتربطوا مثلا بشارع أو بطريق فناخد بالنا إن تحت التغييرات اللي هنكتب عنها والجزء ده إحنا هنستخدمه كتير يعني الـ changes دي أكتر نقطة إحنا هنتكلم عنها في وصف الخريطة التغييرات مهمة جدا زي ما قلتلكوا فيها وهنشوف ده وإحنا بنكتب الاسي فالعناصر دي كلها لازم تبقى موجودة في راسنا وإحنا بنحلل المابس طبعا في الأول هنحس إن هي هسل يعني دوشة كده وكتير بس بالتدريب هنلاقي إن إحنا عارفين نفكر بنظام وستيب باي ستيب خطوة خطوة ويعني إنا عارفة تجيب إيه العنصر هنا وإيه ده بالزبط وده اللي هنعمله في السؤال هو قدامنا أهو وأنا كتبته على الشمال وطبعا على اليمين هنكتب الاسي أول حاجة بنعملها بنروح نقرأ السؤال علشان نفهم إيه المعلومات اللي موجودة عندي على الماب يعني الخرائط اللي تحت بتوضح المنطقة الصناعية اللي هي Industrial Area في مدينة نوربيتن والخطة للتطوير المستقبلي يعني التطورات اللي هتحصل في المستقبل للموقع ده فالخريطة الأولى بتوضح المكان دلوقتي اللي هو Industrial Area المنطقة الصناعية والخريطة دي الأولى اللي هي دلوقتي present والخريطة اللي تحت هنا يعني أنا هكتب عندي الأولى هنا P ده كده في present الخريطة التانية F اللي هو Future Development التطورات اللي هتحصل في المستقبل F هنا للFuture طبعا الجزء التاني قلنا خلاص بقينا عارفينه اللي بنكتب فيه المن Features الخصائص الأساسية وبنعمل Comparisons مقارنات وعندي طبعا 150 words minimum يعني لازم نكتب أكتر من كده نوربيتن Industrial Area Now هي كلمة Now يعني المدينة في الحاضر في الوقت الحاضر وPlanned Future Development تحت Future Development اللي هي التطورات اللي هتحصل في المستقبل وهتغير المنطقة الصناعية فإحنا كده يعني فهمنا المابس عندنا والسؤال واضح طبعا هرجع دلوقتي على السؤال علشان أكتب الانترودكشن أنا هخلي تحليل المابس وأنا بعمل كل بادي باريجراف لأني هحط كل مابس في بادي باريجراف مستقل أنا هرجع على السؤال علشان أشوف هكتب الانترودكشن إزاي طبعا كلمة مابس عمري ما أغيرها هي تفضل زي ما هي سبتة لأن ما ينفعش أغير واكتب دايجراف ما ينفعش أكتب بايتشارت لازم الإسم يفضل مظبوط ودي خرائط فهكتب كلمة مابس كلمة بلو بحذفها كلمة شو لازم أغيرها وأشوف فرق تاني يعني ممكن حد يحزف كلمة in the town of ويكتب على طول نوربتن حاولوا توقفوا الفيديو وتعملوا إعادة صياغة للإنترودكشن وتكتبوها بلغتكو قبل ما تقرنوها بالإنترودكشن اللي أنا كتبتها دي الإنترودكشن بتاعتي هنا أنا أضفت هنا كلمة 2 علشان هم خارطين فقلت الخارطين يعني بتمدنا بمعلومات عن اللي هي جيف information about طبعا بدل شو يعني المنطقة الصناعية اللي في مدينة نوربتن حاليا في كلمة current اللي هي الحالية في الحاضر بدل كلمة now فهنا أنا غيرت كلمة now وإزاي هتتطور في المستقبل بدل ما أقول أنا قلت كيفية تطورها في المستقبل and how it will be developed in the future فنقرأ السؤال تاني ونقرأ الانترودكشن اللي أنا كتبتها The maps below show an industrial area in the town of Norbiton and planned future development of the site The two maps provide information about the current Norbiton's industrial area and how it will be developed in the future طبعا نفس المعلومات بالضبط بس الصيغة اتغير بعد كده هنكتب الـ overview طيب بنكتب الـ overview زي في المابس الـ overview هنشوف الشكل العام أو الخاصية الواضحة جدا اللي اتغيرت في المستقبل بمعنى هنا هقف على الماب الأولى وابدأ أحلل أشوف إيه اللي موجود فيها عندي هنا فارم لاند وعندي هنا ريفر وعندي طبعا هنا مديني الكيز عندي كل البوكسز اللي ايه فيها شرط دي كلها مصانع 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 فهنا المصانع عندي كتير وعندي طبعا طريقين وانزل على الخريطة التانية واشوف إيه التغييرات اللي حصلت واضحة جدا طبعا يعني أهم تغيير واضح عندي إن بدل البوكسز السنديق اللي كان فيها شرط هي اتحولت لسنديق تانية فيها مربعات وبقت كلمة housing هنا كانت factory بقى معظمها هنا كده على الخريطة اللي هي النقط اللي هنا دي بقت housing فكل factories اللي كانت موجودة في الماب الأولى اتغيرت لهاوزنج فدي أول feature واضحة عندي جدا إن المصانع اتغيرت لبيوت دي حاجة الحاجة التانية ممكن حد مثلا يلاقي إن الطرق زادت يعني هنا كان فيه شايفين الخطين الخط اللي هنا ده كده أهو والخط ده دول كده طريقين حد يتكلم على إن بقى فيه طرق كتير في ممكن حاجة تانية يعني لاحزنا إن الخريطة الأولى ما كانش عليها أي أماكن موجودة خالص هي المصانع بس الخريطة التانية ده أنا مكتوب عندي هنا shops عندي هنا medical center عندي playground عندي school فيبقى فيه facilities مرافق اتضافت في الخطة للمستقبل فأنا بالنسبالي أكتر خاصيتين بينين جدا إن المصانع تغيرت بقت بيوت ومرافق أخرى زادت لأن في الأول ما كانش فيها أي مرافق موجودة في المنطقة الصناعية إنتوا كده فهمتوا الخاصيتين ممكن توقفوا الفيديو وتبدأوا إنتوا تتدربوا تكتبوا overview من two sentences ودي الأورفيو اللي أنا كتبتها يعني إيه كلام ده it can be clearly seen من الواضح that the major change يعني التغير الأساسي major معناها key أو main أساسي is the demolition of factories demolition كلمة مهمة جدا من الكلمات اللي بنستخدمها في المابس معناها هدم demolition of factories هدم المصانع دي كانت خاصية برزة عندي in addition بالإضافة إلى ذلك various facilities ومرافق متعددة will be offered هيتم تقدمها to the residents of the area لسكان المنطقة كلمة residents اللي هي السكان يبقى تاني overall it can be clearly seen that the major change is the demolition of factories يعني من الواضح إن التغير الرئيسي هو هدم المصانع in addition various facilities will be offered to the residents of the area بالإضافة إلى ذلك مرافق أخرى ومرافق متعددة هتقدم لسكان المنطقة أعتقد overview واضحة وسهلة جدا بعد كده هننزل نكتب body paragraphs وlogically speaking طبعا هنقسمهم لtwo body paragraphs أو body paragraphs أنا هتكلم على الخريطة الأولى اللي هي المفروض في present فبالتالي أنا هستخدم present simple عشان إحنا بنتكلم في الحاضر طيب الخريطة هتكلم فيها عن إيه أو body paragraph هتكلم عن إيه في الخريطة موجود هبدأ أشوف العناصر الأساسية اللي موجودة عندي حاجة مثلا زي farmland دي منطقة أساسية هنا في الشمال هتكلم على factories وممكن أتكلم طبعا على roads الطرق نشوف كده body paragraph 1 أنا كتبته ازاي طبعا بدأت بكلمة currently currently اللي هي حاليا ده adverb علشان أبدأ به بدل ما أقول now بقول currently factories occupy approximately the entire center with no other facilities حاليا المصانع بتشغل occupy ده verb معناه يشغل approximately تقريبا the entire center with no other facilities بتشغل the entire center يعني قلب المنطقة اللي هو center المركز تقريبا كله احنا شايفين المصانع اللي هي هنا كده على الخريطة أنا بعمل أسهم اهي كل دي factories مصانع بتشغل تقريبا center بتاع المدينة with no other facilities وما فيش أي مرافق أخرى بلا أي مرافق أخرى it's also noticeable that ومن الملاحظ أيضا the area has solely two roads إن المنطقة فيها طريقين فقط whereas the north بينما النورث اللي هو الشمال اللي هو فوق هنا أهو where the farmland is situated حيث تقع the farmland is separated by the river بيكون مفصول بالنهر يعني منعزل عن area بالنهر الجملة دي تاني it's noticeable that the area has solely two roads whereas the north بينما the north where the farmland is situated is separated by the river where the farmland is situated أنا حطاها بين two commas ليه لأن دي جملة اعتراضية بمعنى إيه بمعنى أنا لو ما ضفتهاش يعني مش مشكلة لو كلمت على النورث بس من غير ما أشير للفارم لاند اللي هي هنا الجملة هتبقى صح بمعنى إيه لو قلت it's also not simple that the area has solely two roads whereas the north is separated by the river يعني الشمال منفصل بالنهر أو مفصول بالنهر طبعا الجملة سليمة بس أنا هنا أضفت الجزء ده علشان أشير للفارم لاند أذكرها فبقت جملة اعتراضية إضافة معلومة بس المعلومة دي أنا لو حزفتها يعني لو قلت whereas the north ونطيت من الجملة طبعا مزبوطة مفياش أي مشكلة همسح طبعا اللي إحنا عملنا دلوقتي ونقرأ البراجراف تاني علشان يبقى واضح من غير اللي أنا عملته هنا أنا بس كنت بشرح الجملة الاعتراضية بس 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 وضع من غير البراجراف بس إس مبني للمجمول معناه تقع من في س بس بنقول زي كده إس لكيت بالضبط هو سننم لكيت بنقول إس س بس ودي كده الخريطة الأولى بالنسبة ليه الخريطة التانية طبعا فيها يعني نقط كتير لازم متكلم عنها بنبص على الاختلافات طبعا الاختلافات يعني لو مسكنا النورث كان فيه فوق في الأول فارم لاند الفارم لاند عندي أهي وبقى فيه هنا هاوزنج هو مديني الكي تحت بقى فيه هنا بيوت طبعا بقى عندي بيوت كتير في المدينة نفسها اللي هي هنا وهنا فاتكلم إنه بقى فيه بيوت فيه عندي شوبس وعندي ميديكال سنتر اللي هما بيعتبروا فيه منطقة الساوث اللي هي تحت هنا الجنوب وفيه عندي طبعا تليجراوند وفيه عندي سكول اللي سكول مثلا جاية في الإيست في الشرق والطرق طبعا الطرق اتفرعت فدي الحاجات اللي أنا هتكلم عنها تكلم على النورث والتغيرات اللي حصلت فيه قلب المدينة نفسه والأماكن اللي فيها وطبعا الطرق ودلوقتي نشوف بادي باريجروف 2 وأنا اتكلمت على الفيوتر ديبلوكمنت ازاي طبعا بديت ب معناها القادمة يعني في السنوات القادمة اللي هي الموقع will undergo معناها يخضع لي الموقع هيخضع لتغييرات مختلفة to encompass encompass معناها يشمل زي comprise اللي خدنا في الفيديو اللي فات to encompass further facilities كي يشمل مرافق أكثر أو مرافق أخرى to illustrate كتوضيح لذلك يعني في بيوت أكثر more housing will be constructed هيتم إنشأها أو بناءها فهنا كلمة سيتم بناءها أو ستبنى construct معناها build يبني verb مهم جدا وإحنا بنتكلم على الخريطة لما بنتكلم عن أي مبنى إدبنى أو أنشئ construct more housing will be constructed in the farmland هنا في farmland فوق أهو في housing and in the center of the area في النص هنا بقى بنتكلم على النص طبعا بقى في housing to replace ليستبدل the previously built factories المصانع اللي كانت مبنية مسبقا previously معناه مسبقا يبقى الجملة ثانية to illustrate more housing will be constructed in the farmland and in the center of the area to replace the previously built factories بيوت أكتر هيتم بناءها في farmland وفي center المدينة علشان تستبدل المصانع اللي كانت مبنية مسبقا ايه كمان shops and a medical center احنا تحت هنا اهو في السوف عندي shops هنا و medical center shops and a medical center will be established in the south يعني في محلات ومركز طبي will be established سيتم انشأهم establish كده معناها انشاء زي construct in the south في الجنوب in the east في الشرق هنبدأ نتكلم على الشرق هنا مدرسة هيتم انشاءها او بناءها erect verb erect معناه ينشئ او يشيد to serve the children علشان تخدم الاطفال furthermore والاكثر من ذلك a playground will be built for the inhabitants to do activities في playground هنا اهو هيتم بناءه to do activities علشان الناس تمارس في الانشطة these newly established places يعني الاماكن الجديدة سيتم ربطها through different paths بطرق مختلفة طرق هنا اللي هي roads which ramify in the four directions واللي بتتفرع في الاتجاهات الأربعة ramify معناها يتفرع ففعلا لو بصينا هنا على الطرق هنلاقي الطرق جاية هنا في east وفي south وعندي هنا في west وعندي هنا في north فأنا اختصرتها وقلت ان الطرق هتزيد وهتتفرع في الاتجاهات الأربعة فلو قفنا الفيديو وقارننا الكلام اللي أنا كتباه بصورة هنلاقي ان اشرحت فيها كل حاجة أساسية في الاتجاهات locations housing اللي هو population اتكلمت على roads الطرق وطبعا التغييرات اللي كان أهمها وطبعا يعني كان معظمها بنا وتشهيد أماكن والطرق يعني دي كان أهم حاجة في خرائط تانية ممكن يبقى فيها زراعة trees ممكن يبقى هدم مكان أو توسيع مكان يعني تبقى مستشفى مثلا صغيرة وتبدأ في الخريطة التانية المستشفى تجبر تشمل يعني تلتين الخريطة بعد ما كانت مثلا التل فده يبقى نوع من أنواع التوسع بس أنا هنا في الخريطة النهاردة كان معظم الأعمال هي أعمال هدم وبناء أنا طبعا هنقش الكلمات كلها في السلايدز اللي جاية بس عايزاكوا يعني تعرفوا أن الخريطة زي ما انتو شايفين هي محتاجة شغل ومحتاج تركيز يعني محتاج تركيز قوي على التغييرات اللي موجودة عليها فأول حاجة وإحنا بنكتب الخريطة الأولى في الخريطة هقف أكتر في الخريطة الثانية يعني إحنا تكلم على تشينجز هتبقى في الخريطة الثانية أنا في الخريطة الأولى دايما تكلم على اللي موجود ف sporad على location ال direction والأماكن اللي موجودة تبقى هتبقى في الخريطة الثانية هنستخدم فيها ش deficit اكتر دلوقتي هنقل على السلايد الثانية بس قبل المنقل الاسي ده اخد مني 171 كلمة اهم تحت وطبعا الكلمات يعني ما كانتش مكرارة فده افريدج كويس جدا انا هنا هركز على الكلمات اللي احنا استخدمناها في الاسي النهاردة والسطايد الجاية هوريكم بقى اللي فيها الكلمات كلها اللي بنستخدمها في الخرائط المختلفة بالنسبة للأفعال هبدأ باول حاجة provide information about اللي هو يعطي معلومات عن اللي هو كان بديل لشو والbe developed ستطور او سيتم تطورها خدتوا بالكوا انا بستخدم الفيوتشر والفيوتشر هنا في المبني للمجهول ودي نقطة مهمة جدا زي ما اخدنا في الديجرام قلنا بنستخدم المبني للمعلوم والمبني للمجهول كتير النهاردة برضو في المابس بنستخدم المبني للمجهول لان ما ينفعش اقولي ان المدينة will develop يعني by itself لا will be developed اللي هي هتطور will be offered الناس will be offered يعني هيقدم لهم لان مش هما اللي هيقدموا لنفسهم occupy يشغل is situated تقع والفيرب ده لازم يجي في الpassive يعني ما بقولش المكان ما بقولش farmland situated او farmland located لازم استخدم الpassive اللي هو verb to be الاول is located او is situated is separated مفصولة بالريفر by the river لان الريفر هو اللي بيفصل المدينة او الشمال يعني will undergo will undergo ستخضع لي encompass يشمل عندي هنا ال synonyms طبعا verb construct كلها في المبني للمجهول طبعا لان ما ينفعش الhousing يبني نفسه يعني ما اقولش مور هاوزنج will construct لا will be constructed والpassive voice المبني للمجهول في الفيوتشر بنستخدم will be يعني لازم will be اساسي وبعد كده will be constructed will be established will be erected will be built we construct establish erect built كلهم معناهم يبني او يشيد او يؤسس في كمان عندي verb replace اللي هو يستبدل موجود هنا اهو وعندي كمان will be connected من connect يعني ستربط او سيتم ربطها connect يربط وعندي ramify رامify معناها يتفرع بالنسبة للنونز الاسماء استخدمت demolition اللي هو هدم facilities مرافق inhabitants اللي هي سننم لresidence يعني انا عندي residence اهي في الoverview وعندي تحت خالص كلمة inhabitants دول معناهم سكان وعندي هنا في الباضي الاول كلمة center اللي هي معناها الhub hub اللي هو المركز برضو ممكن اقول hub وسنتر واخر حاجة تحت عندي كلمة pass طرق اللي هي plural لكلمة roads synonym يعني لها وعندي طبعا activities انشطة و directions اتجاهات دي النونز اللي انا استخدمتها هنا pass كانت صح اهي وكتفو استخدمت كلمة roads عشان بس تشوفو synonyms بالنسبة للadjectives الصفات استخدمت current اللي هي الحالية major رئيسي يعني التغير الرئيسي major change various معناها متعدد اللي هي بالضبط synonym لكلمة different مختلف او متعدد هنا قلت various facilities هنا قلت different changes متعددة او مختلفة noticeable ملاحظ او ملحوظ forthcoming القادم further معناها more اكثر يعني further facilities مرافق اكثر وعندي طبعا built و established وهنا هما صفات مش افعال افعال لو هيجي معهم verb to be يعني اقول is built او is established بس انا اقول previously built previously ده adverb حال والadverb بيوصف adjective زي ما اقول كده المبنية مسبقا مبنية هنا صفة newly established اللي هي المشيدة جديدا او حديثا فهنا established و built دي صفات معناها مبني بالنسبة للأحوال currently اللي هي حاليا approximately تقريبا solely اللي هي only فقط وقلنا ال ال silent يعني كاني بقول so s-o-w solely previously مسبقا newly جديدا او حديثا بالنسبة لي ادوات الربط overall طبعا بصفة عامة اللي بستخدمها دايما في overview in addition بالاضافة الى ذلك whereas بينما خدنا كتير طبعا قبل كده where حيثو قلنا ضمير وصل للمكان زي ما قلت كده the north في الشمال حيثو تقع الفارم لاند to illustrate كتوضيح لذلك furthermore بالاضافة الى ذلك وطبعا which ضمير وصل اللي هو معناه الذي لما بتكلم على شيء يعني قلت pass الطرق التي تتفرع which ramify ودي اخر يعني keyword عندي هنا من الwords اللي انا استخدمتهم في vocab النهاردة في الخريطة فاعتقد الخريطة دلوقتي يعني سهلة مش صعبة محتاجة بس تركيز ومحتاجة ممارسة كتير وتدريب لان هي فيها شغل كتير ومحتاجة تركيز يعني تركيز اهم حاجة علشان كده نعمل spot نركز على المواقع والاماكن والتغييرات اللي حصلت في الخريطة التانية بس طبعا كل حاجة بكتدريب زي ما قولوكو بتبقى سهلة دلوقتي انا هنقل على vocab الكلمات المتعلقة بالخرائط بصفة عامة وانا اسمتهم اول حاجة directions اللي هي الاتجاهات east الشرق west الغرب north الشمال south الجنوب وإحنا بنكتب بها بنقول in the يعني in the east in the west وهكذا on the top of يعني اعلى او على قمة surrounded by محاط بي دائما الاتجاهات parallel to يوازي يعني عندي طرق بتوازي النهر parallel to the river between and لو بين حاجتين او among among برضو بين بس بين حاجات كتير يعني اقول among the trees بين الشجر فالفرق بين between وامنج ان between بتيجي بين حاجتين يعني انا اقول مثلا the school is between يعني the police station and the library فهنا ال school في النص لكن انا اقول the school is among the trees بين ال trees علشان فيه trees كتير فاستخدم كلمة among across عبر locations the location of يعني ممكن اسم كلمة the location of the hospital the location of the woods الغابة وممكن استخدم بقى طبعا verb to be وأشير لمكان وأقول is located is situated أو is situated أو is positioned كل دي synonyms وأقول in في حاجة معينة أو في المنطقة المعينة is located in the center of the city is positioned in the center of the town وهكذا population طبعا باستخدم كلمة inhabitants أو residence معناها السكان عندي inhabit أو populate أو reside أو accommodate معناها يسكن أو يعيش كل دي افعال ممكن استخدمها مع housing وأقول مثلا people inhabit most of the city أو populate أو reside أو accommodate a lot of houses in the city فناخد بالنا دي أفعال كلها بمعنى يعيش أو يسكن كلمة housing اللي هي سكن وكلمة accommodation اللي هي إقامة بالنسبة للroads will transportation road أو path أو route كلها معناها طريق بالنسبة لكلمة route ناخد بالنا أني ديها نطقين في نطق اللي أنا قلته دلوقتي route اللي هي زي doubt كأن أو أو اللي هو أو sound اللي هو موجود مثلا في cow فبقول route وممكن تتقال root أو اللي هو زي food نفس الصوت اللي هو long أو root زي root اللي هو الجزر للنبات فبتتقال root أو route النطقين صح intersection أو crossroads تقاطع bridge جزر tunnel نفق run through أو go through أو cross دي طبعا يعني أفعال بنستخدمها معناها يمر عبر بالنسبة للchanges طبعا أهم نقاط بنتكلم عنها بتيجي دايما تحت الـ remove إزالة كلمات زي cut down يقطع لو جالي مثلا trees غابة كانت موجودة وتم قطع كل الشجر فقول مثلا all the trees all the trees are going to be cut or will be cut down remove يزيل demolish أو pull down أو knock down معناها يهدم اللي هي أنا خدت منها النوم demolition اللي هو هدم اللي كانت في الأسي clear to أو give way to معناها يفسح الطريق لي يعني مثلا نقول تم هدم المصانع to clear the city to have more houses عشان يفسح الطريق لي more houses أو to give way to passengers عشان يدي مساحة أكتر لي الركاب flatten يسوي يسوي المكان يعني معناها لو يهدم أوكي يعني فيه مكان مثلا كان فيه بيوت أو كان فيه cafeterias whatever بنقول the place was flattened يعني تم تسويته اللي هو هدم كل اللي فيه addition اللي هي الإضافة add يضيف plant يزرع هنا بقى أي حاجة بنضفها للمكان construct أو build يبني establish erect setup يشيد أو يؤسس توسع اللي هو expansion expand أو extend أو enlarge معناها يتوسع develop يطور narrow يضيق يعني يصغر حاجة يعني مثلا كان فيه playground واخد مساحة كبيرة فهنقول the playground will be narrowed هيتم تديقه علشان يفضوا يعني مساحة لحاجة تانية shorten يقصر يعني مثلا كان طريق طويل الطريق مثلا هيأثروا ويستغلوا المساحة remain unchanged أو still exist معناها لم يتغير ثابت موجود زي ما هو transformation تحول renovate يرمم يعني كان فيه مكان المكان حصل له تحديثات فضل زي ما هو بس فيه تغييرات حصلت فيه فبنقول renovate يرمم replace أو substitute يستبدل طبعا verb زي renovate يعني المكان مش هيرمم نفسه فانا مثلا هتكلم على مستشفى كان فيها جزء مثلا صغير مهدم whatever وبعدين حصل ترميم فهنقول أو هيحصل ترميم أقصد في المستقبل will be renovated اللي هو هيتم ترميمه replace أو substitute سيتم استبداله will be replaced will be substituted فاحنا بنستخدم passive المبني للمجهول reconstruct يعيد بناء modernize يجدد transform يحول relocate أو transfer ينقل ينقل من مكان لمكان طبعا الكلمات دي احنا بنستخدمها زي ما احنا عايزين يعني احنا ممكن ننوع نقول modernize او ممكن نقول transform او نقول renovate على حسب اللي موجود عندي في القريطة وأنا استخدم ايه كلمة المناسبة connection اللي هو الربط عندي connect او link او join دي الافعال اللي معناها يربط ramify يتفرع ودي كده الكلمات اللي احنا المفروض بنستخدمها وزي ما قلتلكم بالنوة ممكن نستخدم النون الاس ممكن نستخدم الverb يعني شوفوا اللاست كده ويشوفوا الكلمات سهلة ولا لا ولو عندكم كلمات زيادة عارفينها ايكوب هالي برضو في التعليقات بحيث ان لو في حاجة انا نسيتها ابدأ كمان احطها في ال pdf انا هرفع الكلمات دي كلها في pdf على قناة ال telegram يعني انا حبيت احطها برضو في الفيديو للناس اللي حبه الكلمات تبقى في الفيديو خاصة المابس زي ما قلتلكم الكلمات جديدة ومختلفة وكبيرة يعني complex كلمات معقدة ومتعلقة اكتر بالبناء والهدم والترميم والتوسيع والزراعة فمش يعني مش سهلة زي ال diagram او line graph وال bar graph والرسوم اللي خدناها قبل كده وبكده اكون خلصت كل الرسوم البيانية اللي في task 1 غطتها كلها ال bar graph وال line graph وال pie charts وال table وال diagram وال maps وكمان عملنا الفيديو اللي فيه ال table وال pie charts عشان نتدرب على السؤال اللي فيجي فيه multiple charts مش chart واحد واخدنا كل الكلمات واتدربنا وعرفنا ازاي نحلل ونكتب اجابة في task 1 واعتقد يعني الموضوع بقى سهل ما بقاش صعب هو محتاج منكو بعد كده تدريب فقط لغير ان شاء الله من الفيديوهات الجاية في ال writing هنبدأ نتعلم ازاي نكتب task 2 اللي هي طبعا اهم وشغلها كتير جدا وتحتاج تركيز ومجهود بس ان شاء الله هتلاقوها سهلة زي task 1 واتمنى ان الفيديو كان سهل واتمنى انتو تشاركو مع اي حد مهتم او اي حد داخل لمتحان قريب وشكرا ليكو جدا